هو محمد صلاح صنعت مين؟ مين اللي صنع محمد صلاح؟ محمد صلاح مش عايزة اقول محظوظ لا محمد صلاح استغل الفرصة واستثمر الجو واشتغل على نفسه محمد صلاح صنيعت نفسه محمد صلاح صنيعت اخلاصه صنيعت شغله على نفسه وبقى محمد صلاح انا بقول بمنتهى الحيادية وبمنتهى التجارد فشلنا نحن فشلنا في ادارة ظاهرة محمد صلاح في استثمار اسم محمد صلاح في محاولة تطويع الظروف اللي فيه محمد صلاح لخدمة الكرة المصري احنا مش كل يوم هيجينا محمد صلاح محمد صلاح مش لاقينه بالصدفة محمد صلاح لم يصنعوا اتحاد الكرة القدم المصري لم يصنعه محمد صلاح واي حد قال سواء مجد عبدالغاني ولا هاني أبريدة ولا أي حد في اتحاد الكرة اتكلم ان هم محمد صلاح صنيعة أولاء هم اللي صنعوه بقول لهم أنتم مخطئين أنتم لم تنجحوا في صناعة حد ولو عندكم الجراءة والقدرة والموهبة على صناعة نجم زي محمد صلاح يلا قدموا لنا 11 واحد زي محمد صلاح ناخد به كاس العالم لكن احنا لا نملك إلا الألسنة فقط ألسنة بتتحدث بتتكلم بتجادل بواحد بتكلم يعني أنا معرفش طبعا الجواب صحيح ولا مش صحيح المدعو محمد صلاح والله إذا لم تستحي فاصنع ما شئ أنا بقول الكلام ده اللي بيقوله المواطن وبقوله المشاهد وبقوله المسؤول المحترم لازم يقول هذا الكلام يا أخي اتشعلق في محمد صلاح يا أخي اتشعلق في الظاهرة يا أخي استغله عالميا يا أخي استثمره عالميا استثمره يا أخي اقتصاديا محمد صلاح تقدر تستثمره وتديره لكن مش تنطحه مش تزحمه مش تحاول تعلم عليه وأنا أعلم وعارف ومتأكد أن فيه ناس بتحقد على محمد صلاح ناس طبعا مريضة نفسيا بالتأكيد لكن إحنا زنب الجمهور زنب الناس اللي عايزين نفرح عايزين نفرح بتجربة نكحة مرة ننجح مرة إحنا وصل محمد صلاح إنه أحسن تلت لعب في أوروبا فخر شرف عظم لما يخش كمان في المسابقة ذا بست أفضل لعب في العالم شرف أيضا وفخار يلا دا اسم مصر ارتفع علينا